اشتركوا في القناة في تدريب فريقه وسيخضع لفحوصات بالإشعة لتحديد مشاركته في مباراة ضمك غدا للأربعاء من عدمها لامينيامل نجم برشلون الحالي يوجه صدم قوية للاتحاد الإسباني بسبب المنتخب المغربي سعيد شيبا مدرب الأوسود يفاجئ جميع بما قاله بخصوص مواجهته أمام نيجيريا وليد الرقرقية يستقر على بلدي الدول المغربي سليم أملاحة لعب بلد الوليد الإسباني بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها كشف فرانك لامبارد مدرب تي سي عيد تشكيش فريقه التي وجد أرسونال لحساب الجولة الرابعة والتلاتون من الدول الإنجليزي الممتازة ويواصل الدول المغربي حاكم زياش الجلوس على دكة الاحتياط حيث اختار لامباد استبعاده من تشكيل إساسية لمباراة اليوم وتجرى مباراة اليوم على أرضية الملعب الإمارات انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت شغل نيتش ويوشار إلى أن حاكم زياش يعيش موسما صعبا مع فريقه تشلسي بسبب توتره مع الإدارة مما يعجل من تغيير وجهته المقبلة في الصيف المقبلة إلى أحد الفرق الكبيرة أفادت تقارير الصحفية السعودية أن المغربي مندير المحمدي حيث مرمى النادي الوحدة السعودية تعرض لإيصابة في تدريب فريقه ليوم أمس الاثنين وإضطر إلى إكمال الحصة متحاملا على نفسه وأكدت الصحفة الرياضية السعودية أن المحمدي سيخضع للفحص بالإشاعة اليوم التولتاء من أجل تحديد قدرته على المشاركة من عدمها في مباراة الضمك ويشار إلى أننا للوحدة يستقبل الضمك غداني الأربعة لحساب الجولة الخامسة والعشرون من الدولة الرشن السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينيتش قالت تقارير الإعلامي الإسبانية إن مسؤولين نادي برشلون يشعرون بقلق بشأن وعيد الموهب المغربي لمين جمال والملقب بيمال بسبب انتمائه لنادي ريال مدريد وحضوره المستمر لتدريبات ابنه الذي يرتدي قميس الفريق الملكي وأفدت الصحيف الإسباني المعروفة أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورونتينو قد وجهت دعوة لوي جمال لحضور مباريات في المقصورة شرف بملعب سانتياغو بيرنبيو أكثر من مرة وأكدت تقارير أن ريال مدريد يولي اهتماما كبيرا لللاعب المغربي الشاب وأن جمال كان يحب الفريق الملكي قبل الاندمام إلى برشلون ومن جانبه يخشى الاتحاد الإسباني لكرة القدم من تغيير جنسية اللاعب يمال واختاره تمتيل منتخبه الأصل المغرب بسبب جنسية والده وهو يعد الآن أبرز النجوم الصاعدين بالدولة الإسبانية أوضح سعيد شيبا مدارب المنتخب الوضعي المغربي الأقل من 17 سنة أن المنتخب نيجيريا منافس قوي ومتطور من ناحية النفنية وشدد ربال الإشبال خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة المغرب ونيجيريا غدا الأربعاء دمنتاني مباريات المجموعة التانية على ضرورة تأكيد الفوز المحقق في الجولة الأولى والتأهل إلى الدور المقبلة وأقر شيبا بصعوبة مباراة نيجيريا إلى أنه اعتبرها فرصة للتأهل إلى تاني الأدوار وبخصوص المرشحين التأهل إلى كأس العنم قال شيبا سيكون الصراع قويا على البطاقة التأهل إلى كأس العنم خاصة في دل وجود منتخبات قوية مثل سنغال ومالي ونيجيريا وشنوب إفريقيا ومن جانبه قال حمزة الجليد حارس مرمى المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة إن جميع اللاعبين جايزون لمباراة نيجيريا وأضاف حمزة أن طموح الأشبال هو البلوغ الضور ربع مبكرا مشيرا إلى أن اللاعب المنتخب يملكون تكوينا جيدا ويلعبون ضمن فرع كبيرا يتابع الناخب الوطني وليد الرجراجي مع مساعده رشيد بن محمود وغريب أمزينة مراقبة عدد من المحترفين المغاربة في البطولة الأوروبية مع إصابة سليم أملاحة نجم فارق بلد الوليد الإسباني على مستوى الكتف سيضطر الناخب الوطني وليد الرجراجي إلى إيجاد بديل له في المعسكر التدريب المقبل في شهر يونيو وزير شاركو مع المنتخب الوطني المغربي في هذا المعسكر في مباراة ويدية ثم لقاء جنوب إفريقيا في التصفية الكانا الكوديفوار وأفدت الجريدة المنتخب بأن إليا الشعير لعب فارق كوينز براك رينجرز هو البديل الأقرب للحضور مع المنتخب وطني المغربي بدل المساعدين أملاحة وعلى الرغم من ذلك فإن الرجراجي سيتجه نحو الاعتماد على شاب بلال خنوز كأساسي كما كان الحال في المباراة الأخيرتين ضد البرازيل والبيرو حيث غاب أملاحة بسبب إصابته في الركب شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة